نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الاحتفالية سنوية الثانية لعيد الطاقة النووية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي العيد السنوي للطاقة النووية تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطات النووية والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا للتحادية في التاسع عشر من نوفمبر الفين وخمسة عشر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نظمت هيئة المحطات النووية الاحتفالية السنوية الثانية للطاقة النووية والتي تأتي تعبيرا عن الانطلاق الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطات النووية ويوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية وهي محطة الضبع النووية المحطة يعني مصممة على أعلى درجات الأمان ودي دخل في منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهي أيضا من ضمن مزيج الطاقة يعني حركة عارفة احنا اشتغلنا في سنة 2014-2015 وكان فيه تحديد لمزيج الطاقة بنعتمد على الطاقة النووية بنعتمد على الطاقة الجديدة المتجددة وطبعا الطاقة الاحفورية بقدر معين وحنا حتى زي ما رك شايف ان احنا بنغذم استخدامات كمان للطاقة المتجددة الحقيقة النووية هي طاقة نظيفة بتحافظ على البيئة بتقع في قلب التنمية المستدامة تماما الحقيقة بتحافظ على البيئة لانها بتقل من بعثات الكربونية يمكن الطاقة النووية اقل من الطاقات الأخرى تتساوى فقط مع طاقة الرياح لكن هي اقل كثيرا من الطاقات الأخرى التي يمكن مقاونتها بها طاقة مستدامة الاحتفالية أقيمت بمشاركة عدد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وتضمنت الاحتفال بتخريج الدفع الأولى من مدرسة الضبع النووية وذلك احتفاءاً بيوم تاريخي يعد بمثابة بداية للمشروعات النووية على أرض مصر أهمية الحدث تكمل فيه أن مصر حطت الليبانات الأولى للمشروع النووي المصري تحت قادة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي والنهاردة العيدة التانية للطاقة النووية فاندم أننا بدأنا هيئة المحطات النووية في الصب الخرصانية الأولى والتانية في هذا العام والنجاح الحقيقي أننا بدأ مصر تملك طاقة بشرية عالية جداً كانت متمثلة النهاردة الحقيقة في الخرجين الجدد من مدرسة الضبع النووية مدرسة الضبع النوية هي مدرسة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط هي مدرسة نظامها 5 سنين بيتم التحق بها بعد الاعدادين بشرة وعلشان التحق ليها فيها شروط فيه شروط طبعا في الدرجات وغير كده فيه اختبارات كتير عملناها في كلية الفنية العسكرية وجودي في مدرسة الدبعة النووية كانت فرصة كبيرة جدا ليا كطموح شخصي لأن هي بتمزج بين الطابع العملي والطابع العلمي فدي خبرة كبيرة جدا لأي شخص يحب أنه هو يكون عنده خلفية عن مجالها وبيحبه هو تخصي الميكانيكا وفي الأول أنا كان فعلا تخصصي اللي أنا حبه هو ميكانيكا فلما دخلت المدرسة تخصصته على مدار الدراسة خلال الخمس سنين قدرنا نستفيد بكم كبير جدا من المعلومات والخبرات على المستوى العملي والعلمي التحقي بالمدرسة أضاف ليها كتير طبعا لأني بقيت جزء من أول مشروع نووي مصري أنا أول فريق من ضمن أول فريق هيشتغل في المشروع ده وإن شاء الله أكون قادر أن أنا نضيف للمشروع زي ما المشروع ضاف يلعب مشروع إنشاء محطة الدبعة للطاقة النووية دورا هاما في الحياة الاقتصادية والتكنولوجية بما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة ويحقق قاعدة كبيرة من أجل تنمية مستقرة ومستدامة لعقود قادمة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر